المصريين اللي ما عملوا كده كان أكيد فيه سر والكلام ده كله ايه الوصلة لبى حضرة النبي ايه الوصلة اللي وصلتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم و ايه المعنى اللي كانوا عايشين بيه و ايه المعنى اللي احنا الان مفتقدينه احنا الان بنعيش حالة من حالات الفردانية حالة من حالات البرجماتية قلت الهدايا من غير مصلحة و اصبحت الهدايا كلها بتيجي بمصلحة بتيجي بمعنى الناس بتحس فيها ان الهدايا مجردة من القيم ان الهدايا بقيت وكأنها كده حاجة جافة مفهاش جمال و حلاوة اللي كان بيحسها الناس في الهدايا لما حضرت النبي إبلي الهدايا المصريين كانوا لما بيرددوا النبي إبلي الهدايا كانوا بيكرسوا معنى اساسي ان العلاقات محتاجة صيانة بس احنا بنصون العلاقات بالإسعاد يعني ايه بنصون العلاقات بالإسعاد أن أنت تسنع لقتك بالآخرين لما تهديهم هدية تفتح قلوبهم على السعادة تفتح باب قلوبهم على السعادة يبقى إيه اللي حاصل دايماً كده الهدية مش بس لغة من لغات الحب لكن الهدية مفتاح لباب على فضل الله بأنه هو يسعد الخلق ولذلك لما الواحد بتجي له هدية إيه اللي يخليه فتكر نعمة ربنا سر كده من الأسرار يقوله أهل الله لما الواحد بتجي له هدية بيحس بالمهدي سبحانه وتعالى بيحس بالله بيحس بأنوار الله وكأنه هو عارف أن اللي حرك قلبي فلانا عشان يهديه هو الله سبحانه وتعالى وذلك في بعض الأحيان ركزوا معايا كده وصلوا على حضرة النبي واسمعوا كده واحد قاعد كده هو فيبص تجي له هدية فيحس كده أن إيه أن ربنا بيجبر بخطر يحس كده بحنية يحس كده بهداية فبعد ما كان رايح ناحية معصية لما تجي له هدية وكانه بيقوله أنا كنت رايح عشان فكر أن أنا الوحدي أما وإني بعتليه الهدية دي أنا خلاص فرحا أنا خلاص سعيد أنت أدخلت السرورة على قلبي فاستغفر الله العظيم أنا خلاص أنا مرضي كده ويبص يلاقي حياته بقت سعيدة ويبص بقى نفسه أقرب إلى الله فالنبي إبن للهدية كمان عشان علاقتنا بالله تصان زي ما علاقتنا بالناس تصان زي ما علاقتنا بنفسنا تصان يبقى المصريين تعلموا سيانة العلاقات طب عشان إحنا نستمر بقى في سيانة العلاقات نعمل إيه هقول لكم شوية حاجات نعملها عشان ننصونا علاقتنا بالله وبالناس وبالنفسنا أول حاجة اتعلم فن اختيار الهدايا وإن الهدايا تكون مش بس عشان أنت عايز توصل لحد أنت مبخلتش عليه لأ عشان تعبره عن حبك وشوف الهدية اللي تفتح قلب اللي أنت بتهديها إليه عشان يتفتح قلبه على محبتك في الله فلازم تتعلم فن اختيار الهدايا لأن كل شخصية ليها هدية بتتنسب معاه في واحد هديته بتكون حاجة تساعده في الحياة ولذلك لازم تتعلم هذا الفن لأن إيه اللي حاصل أن قيمة المرء بما يحسنه وكل حاجة ليها جمال وحسن لما تختارها اختيار مناسب توصل لقلب الشخص لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بقدر فكذلك الهدايا لازم تختار بقدر يعني تختار بإيه؟ بعناية واهتمام تاني حاجة يبقى اتعلم فن اختيار الهدايا وتعلم ده عشان تكون من أهل الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء والإحسان مش بس إن حاجة تبقى جميلة لا ده الحسن هو إن الحاجة تبقى جميلة ومناسبة ما تجرحش ما تضيقش فلازم تختار الهدايا بفن يعني إيه بفن؟ بهداية وبمعنى وبوصل لرباني الحاجة التانية إن الهدايا مش بس بتكون في الأشياء المادية إنت ممكن تهدي الواحد نص ساعة تسمعه فيها ممكن تهدي الواحد خدمة تقدمها له ممكن تهدي الواحد حنية هو محتاج لها وأكتر الناس محتاجين للهدايا ده أهل بيتك أهل أسرتك أهل رحمك حاول تهديهم فيه ناس كتير بتبقى الهدايا بالنسبة لهم أفكار فعشان كده إنت دايماً طول الوقت اتعلم أن أنت ما تبخلش لا بوقتك ولا تبخل بخدمتك ولا تبخل كمان بفكرتك هادي الناس ووعوا تبخلوا فاكرين لما كنا بنقول أن البخل بس مش بيبقى بخل في الفلوس ده ممكن يكون بخل في المشاعر وكمان الهدايا مش بس بتكون بالفلوس الهدايا كمان ممكن تكون بالمشاعر آخر حاجة احنا لازم ندعي أن ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا المحبة ويديم علينا الهداية ترجمة نانسي قنقر